مشاور جانا لكم فيديو جديد وهالمرة عدنا هذه اللابتوب ال HB-LG-62 هذه اللابتوب صاحبها جابها على انه انه عالج مشكلة الحرارة اللي بيها يقول انه تسخن وتنطفي فتوقعت مشكلته مشكلة تنظيف ولكن جهاز بعد ما اجاني شغلته بهذا الشكل اشوف انه الهواء يظهق يعني يطلع من الحاسبة بشكل سلس اذا النظام التبريد عنده ممزدود او الهيتسينك او المشتت الحرارة عنده ممزدود فاشتبهت انه هون مشكلة عنده مو بالحرارة او مو بالنظام التبريد او تقصير بنظام التبريد فتحت اللابتوب شفت انه الويندوز منصب بشكل جيد ولكن تعريف الكارت شاشة عنده عليه علامة تعجب فلزلت التعريف ما الاصلي من الموقع الشركة الخاص بكارت الشاشة ومجرد تعريف الكارت الشاشة مجرد تعريفه الشاشة سودت عندي بالكامل طفيتها شغلتها مثل ما تشوفون هاي الخيارات خلين نحاول نشغلها مرة اخرى وشوفكم الانتيجة اللابتوب بمجرد تعريف الكارت الشاشة الخارجي تسود بالكامل وبعد ثواني من التشغيل طبعا تبدي تطلع هوا حار بشكل فضيع يعني هوا ما تبدأ تخليه لك امامه يعني درجة حرارة الهواء تعبر الميد درجة يعني سخونة جدا مرتفعة والصاحبها اصلا يقول انه بعد استخدامها اي شي تسوي بعد دقائق تنطفي لحالها الحاسبة وما تقدر يشغلها الا بعد مرور فترة من الزمن لحد ما تبرد بكل هاي العلامات دلالة على انه كارت الشاشة مرتها تالف فهاي اللابتوب كارت الشاشة مرتها تالف خبرت صاحبها وبلغت بالموضوع وقال لي انه يقدر يستغني عن كارت الشاشة لانه الكمبيوتر رح يستخدمه فقط لامور الدراسة والامور الخفيفة فهم يحتاجوا كارت الشاشة لانه ما رح يلعب العاب تقيلة فارتقينا انه نلغي كارت شاشة بشكل كامل ثم رح تتم عملية تلغاء كارت شاشة هذا الشي رح نعرفه بهذا الفيديو ان شاء الله فخليكم ويانا مثل ما شوفون اللابتوب مسودة رغم انه فتحات وصوت موجود ولكن اثر صورة نهائيا موافو يعني لا صورة شبحية ولا اي صورة متعرض بعد مجرد تعريف الكارت شاشة هسه طبعا اذا شغلها بالسيف مود وواحد في التعريف من الكارت شاشة رح ترجع تشتغل ولكن مجرد تعريف الكارت شاشة رح تصير به هاي الحالة علاوة على الحرارة اللي فضيعة اللي ما تنحمل والتسبب وتأدي الى انطفاء الجهاز بشكل مستمر خلينا رح نلغي كارت الشاشة مالة تسوية فخلينا بلش على بركة الله موسيقى اتزام المتربورد مثل ما يراهون شباب بيان عندي هنا اثر تصليح على البيسي ايج مثل ما يراهون ممكن يكون بدل البيسي ايج مثل ما يراهون الصفار اللي دائر مدائرة عليه آثار تسخين ممكن يكون اكو شخص مبدل مبدل البيسي اجمالتها ممكن يكون كان بخلل وشفت انهم تخني لها المعجون الحراري الخاص بمعالج الرسومات اضافة الى انهم خلي لها تيرمال فاد هنا فظاهر مشكلة الحرارة بها قديمة على العموم نحن رح نلغي كار شاشة هو ومشاكلها فاشنون رح نسوي هذا الشي خطوة خطوة راح نسويها أنا مياكم ان شاء الله فخليكم تابعين يا شباب نحن على الميزة الثانية حاليا خلي اشوفكم موديل الماثر بورد وكيفية تلغى الكارتشات الخاص به هذا الموديل الخاص باللوحة الام مثل ما شوفون تحت الميكروسكوب هذا موديل الجهاز او موديل الماثر بورد PMI HPC SMVMPV3 هذا موديل الماثر بورد مثل ما شوفون امامكم السيديوشن الخاص به لقيتها على النت تلغاء المعالج الرسومات سهل جدا تروح على IHIP وجنب IHIP راح تلقى هنا عندك هاي المقاومات راح نقوم بتغيير مكانها فقط راح يصير الماثر بورد او PC Edge يتعامل مباشرة وي معالج الرسومات الداخلي ويهمل بكات الشاشة الخارجي فخلي نسوي سورة راح نخلي شوية تلغاء المقاومة الأولى هذي سنأخذها من هنا نحطها هنا انتظر انه يذوب بعدها مذايب بدأ يذوب مثل ما تشوفون طبعا نحرص انك تجي من هاي الزاوية حتى لا تحرق السكت الخاص بالكيبورد فتعال من هاي الزاوية اليسرى تحول هاي المقاومة من هنا لهنا وهاي المقاومة تشيلها من هنا تحطها هنا بهذا الشكل وبس فهذه الطريقة تكون في غيث معالج الرسومات الخاص بهذا الماثر بورد وما ننسى طبعا ننظف المكان مالتنا من الآثار فنجيب خطعة قطن وبالتنر ننظف المكان بهذا الشكل بهذا الشكل اخوان نكون قمنا بإلغاء معالج الرسومات الخاص بهذا الماثر بورد خلينا نروح للميزة الثانية ونسوي تجربة لعمل مالتنا خليكم ويانا اي شباب جبنا الماثر بورد وجينا خلينا نقوم بعملية فحصة ونجيب اللابتوب ونحط الماثر بورد بشكل موقعت لغرض الفحص بهذا الشكل طبعا راح اكتفي بربط فلاتة الشاشة فلاتة الشاشة ربطتها ما حالها وراح اجي اربط فلاتة البور من الخلف ربطنا السوكت مع البور ونقوم بربط فلاتة الشاشة نربط زر التشغيل بهذا الشكل ونربط الشاحن ونجي نسمي باسم الله ونشغل الجهاز اشتغل الجهاز وطفه لانه البطارية البايز منزوعة فاكيد يرسد الاسراء هرجاء يفتح مرة ثانية مفروض اشتغل مرة ثانية هسا المفروض نحص الصورة على الشاشة ومثل ما شوفون الجهاز اشتغل بوعرض صورة على الشاشة دلالة على انه تم الغاء كارت الشاشة بنجاح شنو الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية راح اقوم بوضع معجون حراري جديد للمعالج ونظف الجهاز بشكل جيد وبعدها اجمعه طبعا الزبون ايضا راد انه نسرع للكمبيوتر مالتا فما ننسى طبعا نخلي الى ssd راح ابدل الهارد مالتا بssd والهارد القديم بي معلومات مهمة راح اربط الهارد محل الدي في دي كهارد دي سك ثانوي ونصب الهوين دوز جيد وشوفكم النتيجة النهائية ان شاء الله فخليكم تابعين حتى النهائة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة